السلام الله عليكم سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم سنستطرق للوضعية التواصلية المندرجة من الأسبوع الرابع من الوحدة الخامسة مجال عالم الحيوان المرجع كتابي في اللغة العربية للمستوى الثاني إذن أنصح أنهى وحذر إذن من خلال حصة اليوم سنتعلم كيف أن أنصح ننهى ونحذر إذن ألاحظوا ما هي في الصورة في الصورة ثعلب وغراب في الصورة ثعلب وغراب الغراب يقف فوق غصن الشجرة يمسك بقطعة جبن بمنقاره إذن ربما الثعلب يتكلم معه ليخدع لأننا نعرف أن الثعلب معروف ويتصف بالمكر والخدع ربما للحصول على طعامه أو للإنقضاد عليه إذن كيف نحذر وننهى الغرابة حتى لا يقع في فخي الثعلب إذن أول شيء ألاحظوا في الصورة ثعلبا وغرابا يقف فوق غصن شجرة يمسك بقطعة جبن بمنقاره كيف سوف نحذر الغرابة من الثعلب إحذر الثعلب إنه ماكر إحذر الثعلب إنه ماكر لا تثق بالتعلب إنه يريد الحصول على طعامك إذن ممكن أن نحذر وننهى الثعلب بهاتين الجملتين إحذر الثعلب إنه ماكر لا تثق بالتعلب إنه يريد الحصول على طعامك إذن أسلوب التحدي الممكن أن نقول إحذر أو حذاري أسلوب إنه نستعمل لا نستعمل لا لاحظوا معي إذن لاحظوا معي الطفل في هذه الصورة يرشق عشاء الطيور بالحجارة ماذا سوف نقول له حذاري أن ترشق عشاش الطيور بالحجارة أو لا تؤدي الطيور لا تخرب أحشاش الطيور وفي الصورة الثانية طفلة تحاول أن تضع عصفورا داخل قفص إذن كيف سوف ننهىها لا تسجني العصفور في القفص لا تسجني العصفور في القفص إذن حذاري أن ترشق عشاش الطيور بالحجارة لا تؤدي الطيورة لا تخرب أحشاش الطيور لا تسجني العصفور في القفص اذا حذاري ان ترشق اعشاش الطيور بالحجارة لا تؤدي الطيورة لا تخرب اعشاش الطيور لا تسجني العصفورة في القفص هكذا ننهى ونحذر استعملوا واتواصل اتمموا واعبروا باستعمال لا حذاري كن اياك اذا لا نستعملها للنهي نستعمل لا للنهي واسلوب نهي حذاري للتحذير كن للنصيحة اياك ايضا للتحذير اذا لا لنهي حذاري للتحذير كن للنصيحة اياك للتحذير ايضا اذا سنتمم هذه الفقرة باستعمال هذه الاساليب اذا لاحظ ابي ضعف كلبي فخاطبني قائلا لاحظ ابي ضعف كلبي فخاطبني قائلا ان تمنع عنه الاكلة او الشربة اذا ماذا سوف نستعمل لا ان تمنعه او حذاري ان تمنع عنه الاكلة او الشربة او اياك او كن اذا الاسوب المناسب هو حذاري حذاري ان تمنع عنه الاكلة او الشربة لانه تحت رعايتك لانه تحت رعايتك وهنا ايضا اسلوب للتحذير اذا 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 ا بني قائلا حذاري ان تمنى عنه الاكل او الشربة لانه تحت رعايتك وياك ان تعذبه ولا تلحق به اذن بل كن به رحيما الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية فيديو اليوم ادرب لكم موهيدا في فيديو قادم استردعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع السلامة